الراديو تسعين تسعين هواها مصري. طيب. حبدأ طبعا بالي كنت خايفة من يوم ما نورني هنا والاستاذ سايد رجب كان معي السنة اللي فايتت تنورني بحلقة من الراديو بيتحك انا كنت متوترة لحد اول خمس دقائق. مين? انا عايز معرف. واستاذ سايد رجب. ها. والله كنت خايفة جدا. انا كلمت عنه ده ده والله عشق. توجه الورسالة هو تقوله ايه? انا بقوله بجد انت فنان جامد قوي واخبرة وربنا يعني ربنا يعني بارك لك ويكتر في عمرك يا رب. ودايما كده بيدحكنا. واتخلينا في ادور الشر نقلق منك. وكل حاجة. هو طاقة تمثيلية وروحانية كمان جبارة. انا بجد بعشقه. اكيد. اه ولاء الشريف. ولاء الشريف صديقتي برضو. واختي. وعشر عشر سنين انها برضو دفعتي. ولاء. اعرفها من وانا عندي تمنتشر سنة. اعرف اللي هو يعني عشر سنين تسعتشر سنة كده. فبالنسبة لي ربنا يا كريمة ان هي تعبت قوي. ودلوقتي بدأت بتاخد وضعها. في ان هي فنانة موهوبة. ومكفحة. هي فعلا مكفحة ان انا عرفها من زمان. وعارف قد ايه فكرة ان البنت في الوسط ده بتعاني قد ايه بتعاني قد ايه من دخولها الوسط وان هي تبقى تكمل وتنجح كمان. فبجد برافو عليها يعني. الزعيم عادل امام. مستاز. مستاز. ما نقدرش. اه طبعا. ولا حد يقدر. اه بجد اه تاريخ. امير قرارة. اه جدعه اخوها الكبير وآه بحبه جدا. يعني ده من اول بجد النجوم. اللي مد ايده كده ليه اه في الف لا وليلا. اه. يعني انا كلمت عن عن موقف اول تصوير للوسط شريفونية. مم. اللي كملت معا بقى تصوير ومواقف. كان امير. اللي هو اه انا الاول مسلا ما بحبش اروحة اللي هو احتك بالنجم وحاجات زي كده. اه. هو كاسر كل الحاجات. مم. فما كان ابن بلد شهم الجدع. الحاجات دي فعلا حقيقية ومش بقول كده عشان عشان اي حاجة غير اندحقه. صح. بس. يوسف الشريف. ده يلقى المحترم. فنان المحترم الخلوق. الزكي. الزكي جدا. اه بيحترم فنه. وبيحترم كل ما هو حوله. اه انا الالتزام ده عنده ده دي حاجة حلوة قوي بجد. معا ان انت كمان تفكر بشكل جديد معا ان ان بجد من الفنانين اللي بتحترم هي بتقدم ايه?